موسيقى موسيقى السلام عليكم مشاهدي الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من الأجندة اليوم هو السابع عشر من شهر مارس للعام 2018 اخترنا هذا الأسبوع التعليق على أخبار دولية وأخرى شبه محلية تتعلق بإقالة الأخبار الدولية يعني تتعلق بإقالة الرئيس الأمريكي ترامب لوزير خارجيته ريكس تليرسون الذي كنا وصفناه في حلقة سابقة بأنه الرجل عاقل قياساً إلى ترامب والخبر الثاني شبه المحلية والدولية تعلق بالتوتر الأخير بين كل من بريطانيا والناتو من جهة وبين روسيا من جهة أخرى على خلفية مقتل جاسوس روسي مزدوج في بريطانيا أما الخبر شبه المحلي فهو عبارة عن تسريب من مسؤولين يمنيين لوكالة رويترز يقول بأن القيادة السعودية تجري مفاوضات أو مباحثات سرية مع الحوثيين في الرياض لمناقشات الصيغة أو الصفقة التي ستنتهي بها الحرب في اليمن سنكون مع هذين الخبرين أو مع هذه الأخبار الثلاثة في هذه الحلقة كونوا معنا ترامب يقيل وزير خارجية أمريكا ريكس تيلرسون من منصبه ويرشح مكانا ضابط قديم يوصف بأنه متعصب مثل ترامب مثل هذا الخبر قد يبدو عاديا في ظروف أخرى غير الظروف التي يمر بها العالم اليوم لكنه خبر غير عادي في ظل هذه الظروف تيلرسون يوصف بأنه ضرس العقل في إدارة ترامب لأنه طاكم كل شبه مداكيم كان العاكل الوحيد تكريبا في بين مسؤولي الصف الأول في الإدارة الأمريكية وهذا أمر ينبغي أن يخيفنا نحن كشعوب في الهامش لماذا؟ لأن انسحاب شخص عاكل من عالم السياسة الدولية يقلل من فرص السلام وفرص الأمن الدوليين نحن لا نتحدث عن منصب عاقل حارة في صنعة هذا منصب وزير خارجة أمريكا أمريكا التي شئنا أم أبينا تشكل مصير العالم اليوم على الأقل بالنسبة لا تتجاوز الخمسين أو لا تكلى عن الخمسين في المئة أمريكا اليوم يرأسها شخص أجمع العالم على كونه غير رشيد شخص متهور متعصب ووزير خارجية نفسه وزير الخارجية الأمريكي وصفت ذات يوم بأنه أحمق ويمكن هذا التغريد الذي سوت بينهم أو هذا التصريح الذي سوى له أشكال هذا الرئيس غير الرشيد يسعى لتشكيل فريق من أشباهه داخل الإدارة الأمريكية يدير بهم العالم العالم الذي يعاني أصلا من حرائق كثيرة بسبب سياسات الإدارة الأمريكية الرشيدة التي سبقته فكيف سيكون العالم اليوم مع إدارة مكونا من مجموعة متهورين الإجابة لا تحتاج إلى ذكاء يكفي أن تتأمل ما حدث في الجزيرة العربية عندنا نحن في المنطقة العربية منذ أن صعد ترامب منذ مجيء ترامب هل كان أحد يتخيل مثلا أن تحدث أزمة الخليج الأخيرة بهذا المستوى من الفجاجة يصل فيها مستوى الاستهبال بعقول الناس إلى حد أن يتم يعني فبركة خبر بالطريقة الساذجة التي فعلها الإماراتيون والسعوديون عندما فبركوا خبر منسوب لأمير كطر في بداية الأزمة هل كان أحد يتخيل أن الأزمة توصل إلى هذا المستوى من الساذجة هل كان أحد يتخيل أن نشهد نكبة الأسرة السعودية المالكة على يد الأمير محمد بن سلمان سميها نكبة على غرار نكبة البرامكة في العصر العباسي اعتقال أمراء يقتل بعضهم في الطائرة أو خارج الطائرة وهروب آخرين ومصادرة أموال البعض ووضع من تبكى تحت الإقابة الجبرية وعلى أيديهم كيود إلكترونية حتى يراكبوا تحركاتهم كما تقول التسريبات هل كان أحد يتخيل أن يحدث هذا أن تعتكل السعودية مثلا رئيس وزراء لبنان قبل أن يجبرها العالم على إطلاق صراحة اعتقلت رئيس وزراء دولة وأجبرت على الإدلاء بتصريحات لا يريدها هل كان أحد يتخيل أن الإمارات دولة تمنع ضيوف سياسيين من السفر استضافتهم هي كما فعلت الإمارات مع المرشح المصري أحمد شفيق وعضو الأسرة الأميرية أظن اسمه عبد الله الثاني وهما من المتعاونين مع الإمارات بالمناسبة ومع ذلك اعتقلتهم ووضعتهم تحت الإقامة الجبرية وهم ضيوف سياسيين وربما حاصل هذا مع سياسيين يمنيين في الرياضة في أبوظبي كل هذا ما كان ليحدث في المنطقة بهذه الفجاجة يعني بهذا المستوى من الفجاجة لولا أن الإدارة الأمريكية الجديدة منحتهم الضوء الأخضر هذه هي مشكلة لما يجي لك رئيس في أمريكا متهور ممكن أن تتضرر من نفع الحارة التي فيها ساكن أمريكا لما تتخلى عن تكاليدها القديمة التي تحافظ على حد أدنى من السلوك الدبلوماسي المحترم الرصين هذه تصبح أمريكا مخيفة تصبح دولة مخيفة يعني كما قلت بتشكل ما نسبتك 50% من مصير العالم ومن الأحداث في العالم صحيح أن الإدارات الأمريكية السابقة كانت تشجع المستبدين بالذات المستبدين العرب تشجعهم على شعوبهم في السر وتعاتبهم في العلن هذا صحيح لكنها كانت تحافظ على مستوى معين من التقاليد والبرتوكولات الدبلوماسية ما توصلش لحد الفجاجة ليوصلها ترامب إدارة ترامب تحرض كذا تحرض المستبدين العرب على الهبوط إلى مستوى زعماء العصابات تقلوا هذا منعوا هذا من السفر ويوصلوا إلى حدود سخيفة في خلافاتهم هذا أمر يهدد السلم الدولي لأنه يفسح المجال للمغامرين والحمقى بارتكاب المزيد من الحماقات والحمقى عندنا ما شاء الله بالهبل هذا يشعل المزيد من الحرائق حتى لو كانوا يحاولون إطفاءه هذه هي مخاطر وجود رئيس متهور على سدة الحكم في أمريكا المسألة ما هيش سهلة حتى وإحنا جالسين في قرانا داخل اليمن لازم نخاف بعد يوم واحد من إقالة تيلرسون نشبت أزمة أخرى في أوروبا هذه المرة بين بريطانيا ومعها حلف الأطلسي من ناحية وهو بين روسيا من ناحية ثانية على خلفية تسميم روسيا لعميل روسي في بريطانيا ربما للمرة الثانية أو الثالثة وهنا أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة تريزا ماي الأربعاء الماضي أعلنت سلسلة عقوبات ضد روسيا بينها طرد 23 دبلوماسي وروسي وتجميد العلاقات الثنائية واعتبرت بسكو مسؤولة عن تسميم الجاسوس الروسي السابق على أراضيها يعني أصبح لدينا عود ثقاب جديد بس عود ثقاب دولي يعني كبير ومع أن الأزمة في بريطانيا هذه الأزمة البريطانية الروسية غير مرشحة لتطورات خطيرة والموضوع عبارة عن لفت نظر ربما لفت نظر قوي من روسيا من جانب بريطانيا وأوروبا بسبب تكرار مثل هذه الحوادث ربما إلا أن هذه الأزمة يعني ستدق في بريطانيا وحلف الناتو أجرس الخطر أكثر وأكثر لماذا؟ لأن أوروبا أصلا متحفزة من قبل طوال الوقت أوروبا متحفزة تجاه روسيا وترى أن هذه الأخيرة قد تفرعنت في الفترة الأخيرة إلى حد كبير وأصبحت هاجسا مرعبا يشبه يعني هاجس لأوروبا يشبه هاجس كوريا الشمالية لأمريكا يعني روسيا اليوم هي تشكل تهديد لأوروبا مثل ما تشكل أمريكا الشمالية التهديد لأمريكا وكلاهما روسيا وكوريا ديكتاتوريتان كبيرتان متشابهتان إلى حد يعني إلى حد ما هاتان الدكتاتوريتان لم تفلح أي منهما في أي مجالات يعني بشكل بارز غير صناعة السلاح يعني ما سمعناش عن يعني تكنولوجيا معلومات وعن صناعة مدنية اللي شفناه صناعة سلاح وتهديد سلاح والسلاح النووي بالذات يعني هذا هو الصميل بلغة اليمنين الصميل الذي يلوحون به لحماية مصالحهم يعني بلطجية كبار على مستوى دولي عموما الأزمة الأوروبية الروسية ستضاف إلى أزمات العالم الرهنة وستجعل العالم ومنطقة الشرق الأوسط تحديدا أكثر اشتعالا لأن الشرق الأوسط أصبح ميدان تصفية حسابات كأن الغرب دول الغرب التي آمنت بحتمية وجود حرب عالمية ثالثة كأنهم قد تكرروا أن يبعدوا خطر هذه الحرب العالمية الثالثة عن أوروبا وينكلوها إلى الشرق الأوسط ويخوضوها بالتقصيد على دفعات شوية شوية على جرعات وأن يتم تمويلها ربما قرروا ذلك أنه يتم تمويل هذه الحرب العالمية الثالثة من خزينة العرب نحن فيها الآن الحرب العالمية نحن نخوضها الآن بالتقصيد يمولوها من خزينة العرب ودماء العرب ومصالح العرب إذا عدت كان باقي عرب والمشكلة أن الحمق مثل الزكام ينتقل بالعدوى يعني إذا سمحت بظهور ترامب واحد في أي مكان ستجد نفسك بعد فترة محاط بعدد من الترامبات ومن ثم يصبح العالم مكان خطر هذه الأزمة أزمة صعود الظاهرة الترامبية في الغرب وفي العالم تكشف إلى أي مدى أصبح من واجبنا نحن العرب أن نهتم بحال العالم من حولنا العالم كله بحال الكوكب كله وأن لا نسقط من حساباتنا يعني فكرة الكوكب ونحن نتحدث عن همومنا الكومية والوطنية ينبغي أن تدخل هموم العالم كلها ضم أجندتنا في التفكير لأن العالم لم يعد كما كان اليوم لم يعد هناك حدود للدول واضحة النظام الدولي الجديد يتغول ويتوسع ويحول الكرة الأرضية إلى كرية واحدة لم يعد بإمكانك أن تعيش في كرية يمنية نائية دون أن تتأثر بما يحدث في أمريكا أو بقرارات الرئيس الأمريكي ترامب صار صعب أصبح أمنك ورزقك ومصيرك يتأثر بشكل أو بآخر بالبرنامج الانتخابي للرئيس الأمريكي اسألوا أصحاب البيضة وهم يقولون لكم يعني إلى أي مدى تأثروا بالسياسات الأمريكية بالمرشحة الأمريكية هذا أو ذاك أول قرار اتخذ ترامب تكريبا فيما أتذكر هو أن يضرب قراء داخل البيضة ولذلك ينبغي أن نهتم بما يحدث في أمريكا هذا يعني أن عليك أيها الإنسان البسيط من الآن وصاعدا أن تهتم بما يجري في أمريكا وروسيا وما يجري في كوريا كما تهتم بما يجري في كوريتك وأن تفعل ما بوسعك لكي يكون القرار الأمريكي رشيد هذا أهم من الكلام الماضي يعني أن ينبغي خلص الآن أنت شؤون أمريكا صارت أصبحت جزء من شؤونك لأنني بتأثر في حياتك وأصبح من واجبك أيضا أن تهتم بما بمن يدير السياسة الأمريكية وبالحياة السياسية في أمريكا وأن تشوف أنت كيف تتدخل كيف تتصرف ما هو دورك أنت كإنسان في العالم الثالث كما يسمونه ما دورك أنت في الحياة الأمريكية كيف تهتم بالتأثير على الناخب الأمريكي والمجتمع الأمريكي عامة لكي تكسب إلى صفك أنت كمواطن بسيط في العالم الثالث داخل في صراع مع المؤسسات الاستعمارية الغربية الأمريكية بتحديدا وينبغي عليك أن تفكر في كسب ود وكسب عاطفة الشعوب الغربية لأن الشعوب راكية ومحترمة نحن خلافنا مع الإدارات السياسية وينبغي أن تفكر فعلا كيف تكسب هذه الشعوب يعني التطورات الحضارية المستمرة تجبر الإنسان العربي أن ينتكل من كوكعتها الصغيرة إلى رحاب العالم وهذا سيدفع بالضرورة إلى إعادة النظر في كثير من عناصر ثكافته التي تعيك تواصل مع الشعوب الأخرى ينبغي أن يتجاوز عناصر الثكافة التي تعيك عن التواصل مع الآخرين الشعوب التي ينبغي أن يكسبها إلى صفه في صراع مع المؤسسات السياسية الكذرة التي تحكم الغرب والعالم هكذا ينبغي أن نفكر من الآن وصاعداً وإلا سنتحمل الثمن واحداً إذن لكي نفهم جيداً ما يدور في أوطاننا الصغيرة ينبغي أن نفهم ما يجري في المدن الكبيرة الدولية لكي نفهم ما يجري في صعدة وباقم في مكلة في عدن ينبغي أن نفهم ما يجري في نيويورك واشنطن لأن صناعة القرار في تلك المدن وصناعة يعتقدون للأسف يعتقدون أن حدود الأمن القومي الأمريكي تصل إلى اليمن إلى عدن والبيضاء وصعدة ومن ثم فقد أصبحنا جزءاً من برنامجهم السياسي والأمني أصبحنا أشبه بالرعاية تحت سلطان نحن جزء من الرعاية الأمريكان بهذا المستوى أو بذلك يعني أنت مواطن يمني صحيح لكن هذا مستوى من المواطنة اليوم العالم بيقول لك تبقي مستوى آخر من المواطنة أنت مواطن أو جزء من الرعاية التي تحكمهم أمريكا على مستوى العالم وهنا فقط يمكننا أن نفهم كيف صعدت وظهرت جماعة مثل جماعة الحوثي في هذه اللحظة من تاريخنا لأن الأمر متعلق الأمر لا يتعلق بالظروف المحلية فقط وتشجيع نظام علي عبدالله الصالح على ظهور الفركة المتصارعة في اليمن ولا فقط لأنه بسبب خيانة الجمهوريين للجمهورية كما قلنا من قبل ظهور الحوثيين له علاقة بهذا الذي مضى وله علاقة أيضا بمخططات الدول الكبيرة والدول المتوسطة للسيطرة على المنطقة أمريكا نفسها كانت بحاجة لظهور جماعة مثل جماعة الحوثي في اليمن لتقوم بمهام معينة أمريكا كانت تطلبها اللي بيسموها مهام مكافحة الإرهاب الإرهاب اللي هو بمستويات عند أمريكا فيه إرهاب صارخ وفيه إرهاب يعني رمادي يعني لهذه الأسباب ظهرت الجماعة الحوثية في هذه اللحظة التاريخية وبالمناسبة يعني هذه ليست المرة الأولى التي تتدخل فيها أمريكا في اليمن في أمر مصيري يعني قد لا يعلم كثير من اليمنيين أن لأمريكا دور ولو محدود في تصفية الرئيس إبراهيم الحمدي هذا ليس خبر بالطبع هذا استنتاج منطقي وبدهي من المعروف أن فترة السبعينيات من القرن الماضي كانت فترة الصراع وحرب باردة بين المنظومتين الرأسمالية والاشتراكية وكانت أمريكا في ذلك الوقت تنظر إلى الجزيرة العربية وإلى دول الخليج باعتبارها جزء حيوي من المعسكر الرأسمالي وكانت تخشى من تكاثر الأنظمة اليسارية في الجزيرة العربية كانت الأنظمة اليسارية موجودة آنذاك في سوريا وفي العراق وفي جنوب اليمن وكان الرئيس إبراهيم الحمدي وهو صاحب ميول يسارية قليلا كان يسعى إلى التوقيع على اتفاقية الوحدة مع الشطر الجنوبي اللي هو يساري أيضا يعني مع اليسار في الجنوب وهذا طبعا من وجهة نظر أمريكا يعني أن اليمن برمته قد يصبح جزء من المنظومة اليسارية وهذا ما لا ترغب فيه السعودية ولا ترغب فيه أمريكا وهنا صدر الضوء الأخضر لتصفية إبراهيم الحمدي صدر الضوء الأخضر من أمريكا أولا ومن السعودية الثانيا وبعدين يجي المنفذة المحلية اليوم لم تعد جماعة الحوثي جماعة وظيفية في المشروع الأمريكي الذي يرغب في إعادة ترتيب الشرق الأوسط لصالح إسرائيل أمريكا تعلم يعني هم أرادوها جماعة وظيفية في حقيقة الأمر أعني أنهم أرادوها جماعة وظيفية أمريكا يعني تدرك أن الجماعات الشيعية لا تشكل خطر حقيقي على إسرائيل ستظل في صراع مع الأغلبية ولا تفرق للصراع مع إسرائيل هذا من ناحية ومن ناحية الثانية لأنه مشروع الجماعات السياسية الشيعية المشروع الحقيقي لهذه الجماعات ما هوش الصراع مع إسرائيل لا هو الحصول على السلطة والهيمنة على الجزيرة العربية وليس دحر إسرائيل إسرائيل في الخطاب الشيعي هي مجرد قميص عثمان في المشروع السياسي والناس حيشوفوا هذا الكلام فيما بعد لو لا كدر الله استطاعت إيران أن تستحوذ على الجزيرة العربية إيران لا تعني إسرائيل بقدر ما تعنيها أحقادها التاريخية ضد المذهب الفلاني المشكلة في نظر أمريكا والإدارة الأمريكية تحديدا هي الأكثرية السنية وهذا الكلام احنا قلناه من قبل ودللنا عليه بكلام مسيحيين وأجانب مش بكلام مسلمين ولا سنة حتى لا يقال أن هذا نوع من الشعور بالمؤامرة لا مسيحي لبناني مألف كتاب كامل في هذا الموضوع أمريكا تشعر والغرب يشعر بالخطر من الأكثرية السنية التي تعد مصدر حقيقي من وجهة نظرهم للإرهاب وتهديد إسرائيل وأوروبا الحروب كلها مع أوروبا كانت حروب السنة مع أوروبا وليس الشيعة الحروب كلها والحروب طوال العقود الماضية كانت مع إسرائيل حروب السنية باستثناء العقد الأخير هذا لما بدأوا الشيعة يشتغلوا بذكاء ويقدموا أنفسهم عبر الكضية الفلسطينية ولهذا كررت أمريكا بعد دراسات موسعة في معاهد البحوث والدراسات الأمريكية مراكز دراسات اشتغلت طويلا بعد هذه الدراسات قررت أمريكا أن تجري تغيير شامل في المنطقة هذا التغيير يستهدف تغيير هوية المنطقة ولا بأس من استعمال الأداة الشيعية بصورة مؤقتة وكتم لها هذا في العراق وسوريا ولبنان غيروا الديمغرافيا في هذه البلاد تماما وحولوا إلى دول شيعية ولا بأس لو تذكرنا يعني بتصريح سابق وعرضناه من قبل عن اتفاق المؤسسات الأمريكية مع بعض المؤسسات الصوفية في الوطن العربي احنا قلنا أنه الأمريكان اتفقوا مع بعض الدول الخليج وتحديدا الإمارات والسعودية ومصر على إزاحة المذهب السني رويداً رويداً من الحياة الاجتماعية والسياسية وإحلال المذهب الصوفي إحلال المذهب الصوفي باعتبار أكرب المذهب أولاً هو مذهب موائم للحكام ما يزعلش حد بينه وبين الحكام المستبدين علاقة حب وقلوب وكلام لطيف جداً هذا من ناحية ومن ناحية الثانية هذا المذهب ممكن أن يكون للناس كابلية وهو قريب من الشيعة هو الحديقة الخلفية للتشيع والآن يتم محاولة إحلال هذا المذهب محل المذهب السني رويداً رويداً كما قلت تعالوا نستمع إلى صاحبنا الصوفي اللي فضح نفسه وفضح جماعته وقال إحنا رحنا لعند الأمريكان والتكينا بجميع المستويات الأمريكية واتفقنا معهم على أنه نكون إحنا الإسلام البديل بدل الإسلام الصني تعالوا نستمع الأعمال الأمريكي قبل شهرين أخي حبيب علي الجفري كنت في وفد من صوفية السودان منهم الخليفة العشاء عبدالهاب الكباشي اللي سوف تزوره في يوم الغد إن شاء الله والشيخ الطيب الجد رئيس المجزع للتصوف من خلفاء السودان حيث نوب شخصاً وآخرين جلسنا مع الإدارة الأمريكية البيت الأبيض الصف الأول الكونجرس الصف الأول الأمن القومي الصف الأول الخارجية الأمريكية الصف الأول ومراكز بحثية وكنائس في ورشة عنوانها مرتكزات التطرف الفكرية كيف تحارم؟ كيف يصنع التطرف؟ مالاً وفكراً ووضعنا على مائدة النقاش ما نعرف وما تعرف من هو المتطرف هذه الورشة خرجت بأن التصوف هو الإسلام المعتدل وينبغي التعاون ما بين الغرب ينبغي التعاون ما بين الغرب على مظلة التعايش السلمي بين الأديان على مظلة تبادل المصالح والمنافع حتى نحقق السلام يعني يبدو أن الراجل يعني على نيته ما حدش خبر أنه الموضوعات هذه موضوعات سرية وما ينفعش تقال على الهواء أخذتها الحماسة وفضح الجماعة وفضح لنا صاحبنا الجفري يعني عموماً جزاء الله خير سنذهب لفاصل قصير ثم نعود لاستكمال حديثنا بك ومعنا ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد التسريبات تقول أن الحوثي في الرياض موجود في الرياض لعقد مباحثات مع السعوديين وهذا خبر غير مستبعد يعني البعض بيشكك فيه لكنه غير مستبعد منطقي جداً يعني هذه ليست المرة الأولى التي يذهب فيها الحوثي للتفاوض مع الجماعة في الرياض مع السعوديين سمعنا من قبل وحدث من قبل أنه تفاوضوا في ظهران الجنوب سمعنا عن اتفاقيات سرية كالها ضابط المخابرات السعودي أنور عشقي وذكرناها من قبل من توقيع الاتفاقيات مع الرياض السرية تكلف الحوثي بمجموعة مهام في اليمن لكنه كسر في أدائها وطبعاً الحوثي في سبيل السلطة مستعد للتفاوض ليس معه مع السعودية فقط بل مع إسرائيل بل مع الشيطان نفسه بدون أي مبالغة بدون أي مبالغة الحوثي عبارة عن حالة شبك للسلطة شهوة عارماً للسلطة ليس لها مثيل على الإطلاق ما فيش جماعة في العالم اليوم لديها شهوة للسلطة مثل الجماعة السلالية التي ابتلان الله بها وفي سبيل إشباع هذا الشبك يمكنهم أن يتحالفوا مع الشيطان نفسه شبك السلطة يعلم أصحابه الذكاء ومن الذكاء أن ترفع شعار فلسطين والموت الأمريكا والشغل هذا في هذه اللحظة حتى تصل إلى غايتك وبعدين لكل حادث حديث هذا من جهة الحوثي أما من جهة السعودية فالحوثي هو أداة مناسبة لتدمير الحياة السياسية في اليمن أو لإجهاضها بشرط بشرط أن تصبح هذه الأداة في يده هو لا في يد إيران في يد السعودية هذا هو شرطه ومش زعلان من الحوثيين بالعكس مرتاح جدا من وجودهم بس بشرطه يكونوا في يده مش في يد إيران والصراع اليوم بين السعودية وإيران في اليمن يعني إذا كان الصراع مازال موجود للآن هو صراع على من يمسك بزمام الوحش الصغير المسمى الحوثي لتحقيق مقاربة يعني إحنا ابتلان الله بجارة يعني لا تعرف قيم الجوار مع كل شيء آداب الجوار وبجماعة داخلية سلالية عندها شبك عارم للسلطان ليس له مثيل في التاريخ اليوم يمكن تشبيه حال الشعوب العربية المستضعفة مثل غزال صغير يلتف حول جسد الثعبان بخم من ذلك النوع الذي نشاهده في الأفلام الوثائقية الثعبان الأنوكاندا هذا الثعبان رأسه في أمريكا وجسدهم ممتد في عدد من الدول ومن ضمنها دول عربية الأنظمة العربية المستبدة رأس هذا الثعبان كان يعاني من بعض التشويش بسبب وجود مسؤولين أمريكان يعارضون سياسة ترامب الآن ترامب يتخلص منهم واحد وراء واحد ولم يتبكى منهم إلا القليل غير المؤثر هذا يعني أن الثعبان الأنوكاندا سيزيد من الضغط على جسد الضحية المسكينة أكثر وأكثر الضحية المسكينة هنا هي الشعوب العربية وثورات الربيع العربي وداعميها سنشعر بهذا الضغط خلال الأيام القادمة في الملف اليمني في الأزمة القطرية على الأرجح في الموقف من تركيا هذه الملفات الثلاثة موعودة بمزيد من التصعيد كما يتوقع البعض التصعيد اللي حتنفذ من دول الثورة المضادة للربيع العربي حتنفذ ضد الدول المؤيدة للربيع على المستوى اليمني سنشهد المزيد من خذلان السعودية والخليج للشعب للدولة والشرعية والمزيد من التمكين للحوثي وللقوى التي تعمل بالوكالة لصالح الأجنبي كل هذا سيزداد التسريبات بتقول أن الحوثي سيقبل بصيغة حل تبقيه الشريك في السلطة لكن ما هي هذه الصيغة ما مستوى الشراكة مع من تكون الشراكة هذه أمور لا نعلمها لكن يمكن أن نتوقعها من الآن يمكن أن نتوقعها بمجرد أن نفهم ما الذي تريده السعودية في اليمن كل اليمنيين يعرفون ما الذي تريده السعودية في اليمن لكن الذي نود أن ننتبه إليه هو أن أداة السعودية وأداة الإمارات وأداة أي دولة تتدخل في اليمن في تكسيمه وأضعافه هم دائما أصحاب المشاريع الصغيرة مشاريع السلالة مشروع الأسرة مشروع الزعيم مشروع الطائفة مشروع الجهة هذه المشاريع هي التي تكون عادة أدوات للأجنبي في تنفيذ مشاريع الداخل اليمن وهنا يتحدد دورنا كيمنيين دورنا كيمنيين في هذه اللحظة التاريخية الخطيرة أن نعزز جبهة المشروع الوطني الكبير أن نقلص خلافاتنا البينية إلى أدنى حد ممكن حتى نحافظ على بيضة الوطن بلغة الأصوليين بيضة الدين ودور المثقفين والنخب أن يفضحوا هذه اللعبة الكذرة اللعبة الخليجية السعودية الكذرة ويتصد دولها أما إذا مضينا في تأييد المشاريع الصغيرة داخل وتأييد السياسة السعودية الإماراتية في الخارج فنحن نستحق ما يجري لنا الأحداث الكبيرة التي جرت لنا وجرت بنا اليوم كشفت الكثير من عيوبنا الاجتماعية والثقافية ولولا هذه العيوب ما حصل الذي حصل والعاكل هو من يراجع مقدماته إذا كانت نتائج خاطئة لما يكون عندك نتائج خاطئة لازم تتهم المقدمات تقول لا بد أن في المقدمات خطأ أو في المنهج لا يعقل أن تكون ثقافتنا وعاكلنا الجمعي بخير وعاكلنا مريض ما يمكنش هذا الواقع المريض هو ثمر الطبيعي لما هو موجود في رؤوسنا وقلوبنا أن الله لا يغير ما بكم حتى يغير ما بأنفسهم هذه حقيقة علمية يعرفها علماء الاجتماع أكثر مما يعرفها حفظة القرآن الآية القرآنية تشرح العلاقة الجدلية بين الفكر والواقع بين ما هو في النفس وما هو في الواقع أثر الفكر على الواقع وهو ما يسمى في أدبيات الماركسيين تأثير البنية الفوقية اللي هي بنية الثقافة والفن والعقيدة على البنية التحتية اللي هي بنية الاقتصاد والحياة الاجتماعية هناك تأثير متبادل بين البنيتين يعني ثقافتك لها علاقة بواقعك مية في المية طريقة تفكيرك مقرراتك مسلماتك معتقداتك لها علاقة بواقعك إذا كانوا لك عكسية اتهم ثقافتك اتهم عقلك الجمعي وإلا أنت بتستعبط يعني ما أنتش ناوي تعرف مشكلتك فينه اكرر نحن اليوم بحاجة لمعرفة واكتشاف عيوبنا العميقة الذاتية أكثر من حاجتنا لمعرفة الصراع السياسي الصراع السياسي مكشوف والصراع السياسي يجري على السطح الصراع السياسي هو العرض المسرحي الأخير الذي يأتي بعد التأليف والإخراج وبكية شغل الكواليس في المسرح بعدين في الأخير يجي العرض المسرحي يعني علينا أن نفهم شغل المؤلف والمخرج وشغل الكواليس إذا أردنا أن نفهم ما يجري في المسرح الحرب الحرب خيار سيء خيار مؤلم دون شك لكنه أحيانا يكون خيارا صحيا الأمم مثل المرأة تحتاج أحيانا إلى دورة شهرية تتخلص فيها من بعض السموم في الدم نحن اليمنين والعرب مثل غيرنا يعني من العرب لدينا سموم فكرية وثقافية كثيرة نتوقع أن تخلصنا الحرب من بعضها الحرب التي لا تخلصك من بعض الأوهام هي حرب عبثية بكل المكاييس الأمم التي لا تحول الحوادث إلى دروس والأخطاء إلى دروس هي أمم لا تستحق البكى أو على الأكل لا تستحق الحياة الكريمة هذه سنن الله التي لا تجامل أحد خبراء التنمية البشرية يقولون الناس في مواكفهم من التجارب على مذهبين مذهب الذباب ومذهب الفئران الذباب لديه ذاكرة كصيرة جدا ثواني ولذلك عندما يحاول الخروج من مكان ويجد هذا المكان مستود فإنه يظل يحاول الخروج من نفس المكان مرات عديدة لأنه نسي أن المحاولات الأولى كانت فاشلة ذاكرة ضعيفة جدا وهكذا يظل يحاول يحاول إلى أن يسكت من الإعياء تشوفه تحت النافذة ربما ميت مذهب الفئران مختلف الفأر يجري محاولة أولى للخروج من المكان المغلق إذا فشلت هذه المحاولة ينتكل فورا إلى مكان آخر للبحث عن مخرج ويظل على هذه الحال دون كلل أو ملل إلى أن يصل إلى بغيته بعض الأمم لديها ذاكرة ذبابية تحاول الخروج من نفس المكان المسدود مئات المرات حتى تسقط من الإعياء وسقط ورا سقط ورا سقط حتى ينتهي الأمر بالموت هذه الذاكرة الذبابية الذاكرة المثقوبة هي أحدى مشاكلنا الخطيرة في الوطن العربي كم جربنا من مفاهيم أثبتت فشلها كم خضنا من تجارب أثبتت فشلها كم نحمل من أوهام نحن قبل غيرنا نعلم أنها فاسدة وأنها بلا أصل لا أصل لها لا في الدين ولا في العلم ولا في العقل ومع ذلك متمسكين به ونقاتل عليها مجرد أوهام اخترعناها لأنفسنا كما يفعل الإنسان في أحلام اليقظة الشاب في أحلام اليقظة يخترع لنفسه فتاة حسنة ويعيش حياته وفي لحظة يكرح لفيوز ويصدق أنها مرة حقيقية ومهما حاولت تقنعها أنها وهم مش هيصدقك هكذا بعض أوهام المذاهب الدينية والمدنية مجرد أوهام لكن الناس مصدقين أنها حقائق وعيقاتلوا عليها هذا يقول الخلافة من الدين وهذا يقول الإمامة من الدين وهذا يقول مش عارف إيش من الدين وهي كلها قلة الدين في قلة الدين يعني عبارة عن مباني بنوها فوق سطح التراب ما فيش لها أساس في باطن الأرض في الدين في العقل في العلم كذا على السطح بنوا بنايات ويشتونا نسكن معاهم في هذه البنايات الآيلة للسقوط على رؤوسنا إذا لم نرفع أصواتنا جميعا ضد هذه الأوهام الأوهام تتحول إلى ثقب أسود في المجتمع تبتلع كل الطاقات الحية كل القوى الحيوية تبتلعها الأوهام شوفوا وضع العراق كيف ما الذي جعل العراق بهذه الحالة المأساوية الرجع إلى الأصورة الوسطى الأوهام الأوهام التاريخية تحولت إلى ثقب أسود وتدمرت تماما إذا أردنا حياة كريمة إذا أردت أخي المشاهد حياة كريمة فكن مبادرا لا تنتظر من يشك لك الطريق لا تبحث عن طريق الحرية والكرامة لأنك أنت من سيشكها ما فيش طريق الحرية طريق الحرية أنت تشكها هذا كلام للشباب لا تنتظر من يأتي ليحمي حقوقك الطبيعية أنت من سيحميها أما إذا كنت تمتع بصفة الانتهازية وتنتظر أن يضحي الآخرون لكي تكسب أنت في نهاية المطاف فاعلم أنك خذلت نفسك وقدمت خدمة جليلة لكوة الظلام سميها كوة الظلام لأنه ما فيش اسم ثاني يكفيها هذه مجموعة خواطر يعني حبيت أخاطب بها المشاهدة الكريم لشعوري أننا في لحظة تاريخية هذه الأيام نحتاج فيها إلى حديث الحكمة وحديث العقل أكثر من حاجتنا لحديث التحليل السياسي إلى هنا تنتهي حلقة اليوم نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة